اجتمع سعادة الدكتور عبدالطيب بن راشد الزياني وزير الخارجية مع معالي السيد ميجيل بيرغر وزير الدولة بوزارة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية وذلك على هامش أعمال مؤتمر حوار المنامة في دورته السادس عشر وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية العلاقات الثنائية التي تربط مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة والتي تشهد نموا وتقدما مستمرا وبحث سبل تعزيز وتطوير علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين بما يلبي مصالحهما المشتركة ويعود على البلدين والشعبين بالنفع والخير بالإضافة إلى التباحث حول عدد من الموضوعات والقضايا محل الاهتمام المشترك حضر الاجتماع سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد الخليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية وسعادة السفير الشيخ عائشة بن تحمد بن صقر آل خليفة مدير إدارة الشؤون الأوروبية والاتحاد الأوروبي بوزارة الخارجية كما حضرها من الجانب الألماني سعادة السفير كاي ثامو بوكمان سفير جمهورية ألماني الاتحادية لدى مملكة البحرين والوفد المرافق لمعالي الوزيرة الأوروبية against الخليفة لقد مدى مكتielen